بسم الله الرحمن الرحيم يسعدنا النهاردة أني معاليك موجود معنا وأنك كمان لجنة صناعة وعاوزين معاليك يعني علشان خاطر مصر طبعا في السابق كانت تعتبر سلت غزاء للعرب والأوروبيين والروس فعاوزين نرجع تاني زي سالي في عصرنا أننا نكون دولة مصدرة مش مستوردة نصنع كل حاجة عندنا يعني في دول يعني كنا سابقنا في كل حاجة ولكن بقت هي دول بتصنع وبنستورد إحنا منها فحاوزين نشوف سيادتك إيه القارات أو اللي يعني اللي ممكن يعني معالي النواب وبالخصوص يعني أعضاء لجنة الصناعة والتسهيلات والمطالبات اللي ممكن يطلبوها علشان خاطر نرجع تاني فضل معليك الحقيقة طبعا في البداية يسعدني من أن أكون مع ساعتك النهاردة وبنرسل حقيقة تهنئة لإيد الفطر المبارك أعضاء الله على الأمة الإسلامية والشعب المصري بالنعمة والبركات وتهنئة خاصة لمعالي سيادة الرئيس على المجهود الجبار جدا الحقيقة وبحيي كل يد تبني في مصر نعم تكليفات ساعت الرئيس الحقيقة نحن كان يجب علينا نحن نبدأ نعمل الحقيقة تطوير الصناعة المصرية باعتبار توصية البرلمان في الفصل التشريع الأول كان لزاما علينا أن نهتم بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والبنية التحتية وقطاع التكنولوجيا دي محاول رئيسية الحقيقة بتصنع فارق كبير جدا في إعادة بناء الإنسان المصري ويستطيع أن هو لو عمل كده يقبل التحديات اللي هي جاية نتاج ما يحدث الآن في العالم من حولنا ظاهرة تدخم موجودة الحقيقة بتأثر على طول مباشرة على طبعا سعر الدولار في مواجهة الجنيه ده بيخلينا الحقيقة ويعني برضو في ترتيب آخر بعد أزمة كورونا في العالم كله دي كلها خلت السياسات والأفكار يعني في كل الدول تتجه إلى فكرة أن هي لازم تعظم من اقتصادها وأن هي تشتغل على فكرة القيمة المضافة وتعمل على الاكتفاء الزاتي من المحاصيل الاستراتيجية اللي نقدر أن احنا ما نعولش على فكرة أن احنا نجيب من الخارج وده كله يبقى متأثر بسعر الدولار أكيد طبعا من هنا الحقيقة بدأنا نشوف مشاكل الصناعة مشاكل الصناعة عندنا في مصر حقيقة مشاكل كبيرة جدا مزمنة على مدار طبعا يعني أزمنة عديدة النهاردة بنفتح ملف صناعة النسيق في مصر ملف ضخم جدا في لجنة الصناعة عندنا داخل البرلمان قيادة النائب معتز الحقيقة بنفرد مساحات كبيرة جدا من الوقت بنستدعي القائمين من أصحاب المصانع بنجيب المختصين في جميع المجالات بنطرح المشكلات طبعا الحقيقة برضو اللجنة خدت منهج رائع جدا المنهج ده اللي هو فكرة الزيارات الميدانية ما بتيجي النهاردة تعمل انت زيارة ميدانية مثلا منطقة زي منطقة صناعية زي برج العرب بيبقى معاك موجود المحافظ موجود حد بيمثل هيئة التنمية الصناعية تقريبا معظم الجهات الجمارك الضرائب البنية التحتية كل دول بيبقى طلعين لهم ممثلين مع اللجنة وبنجيب المستثمرين وبنعمل المواجهة ديات الحقيقة اللجنة في زيارات الأخيرة في طبعا وجود معالي المحافظة اسكندرية قدرنا ان احنا نستمع الى جميع شكاوى المستثمرين وقدرنا الحقيقة ان انا اقول لحضرتك 99% من المشاكل التي اردت سواء في الجمارك سواء في الخام سواء يعني في فكرة الاقامة للعمال قدرنا نحل معظم هذه المشكلات وانا شايف ان التجربة دي تجربة رائدة الحقيقة لجنة الصناعة وتمنى ان كل اللجان تحزوا حزوا لجنة الصناعة وجميع الوزرات ايضا تعمل نفس التجربة دي اللي هو فكرة ممثل لكل جهة وبعدين ننتقل لاصحاب المشكلات في اماكنهم ويتم حسم الامر بحل جميع المشاكل اللي بتواجههم ده يعمل طفرة جبرة جدا نفس القصة اللي تعملت في صناعة النسيج حضرتك بتتعامل في باقي الصناعات ويعني النموذج ده اللي وفوضلنا احنا شغالين عليه وفقا لذيذ الدراسات ووفقا للمنهجية العلمية اللي احنا مشكلين عليها الان وعلى اثر توجهات سيادة الرئيس نهاردة مصر لأول مرة بتعمل فكرة المجمعات الصناعية دي فكرة رائدة وده الحقيقة اللي حعمل الانطلاق الكبرى اللي جاية في المرحلة اللي جاية كان زمان بتعمل المصانع داخل المدن وقريبة منها النهاردة المباني حوطوا تهزين مصانع القديمة واصبحت هي مش مهيئة لتكنولوجيا العصر النهاردة مع الحداثة وقامة هذه المجمعات الصناعية ده حيعمل لك نقلة كبيرة جدا وعشان تلوش بي يا بابك كمان النهاردة وما حدث يخبرك في نقلة كبيرة جدا انت عندك مدينة النهاردة صناعية للجلود مصرية تظهر النهاردة تصدر وتفتخر بان هذا المنتج منتج احط عليه انه تصنع في مصر ده ما كانش موجود عندنا ما اشتغل النهاردة على ان انا رجع النهاردة فكرة القطن المصري اللي كان بيتماثل العالم كله وكان له اسمه وترويج عالمي رائد ومتميز ده النهاردة ما نخش النهاردة على منطقة زي توشكة وبنعمل فيها الحقيقة مثلا مليون فدان للقطن بنبدأ نشتغل على فكرة ان احنا نجيب مستثمرين المستثمرين يخشوا ونشتغل على صناعة الغزول نبدأ النهاردة نعمل حداثة في الماكينات فبالنهاردة لا من النقلة كبيرة معالي النهاردة يعني اللي هو يعني صاحب الصناعات اللي هي الصورة نعم بيواجه مشاكل بالنسبة للحي لما بيكون عاوز يعمل ترخيص وانا حاول لحضرتك يعني هو وبرضاك لما بيروح عشان يعني عاوزين يكون في تسهيلات يعني مثلا يستخرج الرخصة يكون في تسهيلات ما يقعدوش مثلا ثلاثة أربعة شهر خمس ستة شهر يعني تمام كلام وكمان برضاك لما يكون بص طبعا في دعم طبعا من البنك المركزي طبعا يكون برضاك يعني بلاش كتر الوراء وبلاش كتر الشروط اللي بيشرطوها عليه بحيث بأحاجات تعجزية لحنا عاوزين تسهيل والحقيقة البنك المركزي مع وزيرة الصناعة مع البرلمان يدروا الحقيقة يعني يحطوا تصور بان احنا ازاي نحل الاشكاليات اللي بتقابل صغار الصناعة تمام قصة دي الحقيقة تابعها على طول مباشرة تعليمات في برنامج سيادة الرئيس باني بندي نهاردة تمويلات وقروض للناس دي بخمسة في المية تمام طبعا الفكرة جيدة لكن اشكالية فين النهاردة حضرتك كما تيجي النهاردة انت في الاستثمار بتقول ايه بنستقدم نظام الشباك الواحد تمام انا النهاردة مفترض كمل الموضوع تمام ويبقى عندي نموذج النموذج ده بحط فيه انا عاوز من الرجل الصانع الصغير اللي عندي ده اللي عاوز يشتغل عشان الصناع الصغيرة دي اوهم الدول الكوبرى زي الهند طبعا طبعا احط له المفترض اه ودفع الرسوم المقررة وبنان عليه يبقى عندي اوراق ضامنة قدمها تمام المستثمر الصغير ده نعم او الصانع الصغير ده تمام علشان يعمل صناعات صغيرة تمام نفس الوقت ما يبقاش عندي بيروقراطية يا القضية فين حضرتك القضية بتاكمن دايما ان الاسف الشديد رغم كل اللي احنا بننادي بي ده تمام والتقدم والدافعية الكبرى اللي يعني بيديها سيادة الرئيس تمام للمشروعات واللي بيديها سيادة الوزيرة تمام لاني ظل لازم نسلط الضوء وننزل الضوء كله يتركز على الموظف اللي هو موجود في المحلية تمام حيث ان هو هو ده اللي بيسهل وهو ده اللي بيصعب لانه ده المنوط بتنفيذ القانون تمام وبالتالي انا لما اعمل بقى مع الثورة الرقمية تمام اللي شغال الان ديت تمام النهار ده بعمل تطبيق على الموبايل اقدر التزم انا تمام بالاوراق المطلوبة تمام وفي نفس الوقت يتساهل لي استخراج الرقصة تمام انا استطيع ان انا اقول لك حضرتك كمان ده يمكن يعني ان احنا نعمل الافضل كمان اعمل الرقصة لمشروعات الدولة احنا محتاجينها تمام وانا اروح اتقدم بالاوراق والرسوم اللي ينطبق عليه هذا يقدر يستلم الرقصة بتاعته بعد اسبوع تمام وبهذه الطريقة احنا حولنا الدولة بالكامل الى دولة منتجة وحول القسر الى قسر منتجة من منازلها يعني المنزل ده انا ممكن احوله الى ورشة يبقى فيها ولادي يشتغلوا معايا بعد الظهر وبعد مخلص عملي الرسمي ونبدأ نشتغل كلنا وننتج كلنا ونبقى احنا مش بنشتكي من البطالة نفس الوقت الدولة تساعدنا بتساعدنا في ايه تساعدني في ان هي بتخلق ليه اسواق خارجية تعمل ليه اسواق برضو للمعروضات الى ورش انتاجية وفقا لرؤية وسياسة الدولة في طبعا ما يحتاجه السوق المحلي ده حيساعدنا ان احنا هنقوي اقتصادنا هنقوي العملة بتاعتنا هنبدأ نصدر لو صدرنا العملة بتاعتنا تقوى لو انا مصدرتش يبقى العملة بتاعتي متأثرة بالتضاخر العالمي وتنخفض قيمتها ده محور مهم جدا لازم نسلط الضوء عليه ونركز عليه وده اللي احنا منقوله جوه البرلمان الحقيقة مع الوزراء وبيتخبوه التوصيات الحقيقة داخل البرلمان طيب عاوزين ننتقل من الصناعة الى التموين وما عليك كليك استجواب لمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية ان زيادة المخابز علشان خاطر نقلل الكسافة والحقيقة طبعا دكتور علي المصلحي كان شرفنا في اللجنة الاقتصادية بقياد الزميل نائب احمد والحقيقة في هذا اللقاء يعني كل السادة النواب والزملاء اتناشوا معاه في منظومة القمح والتوريد هو الراجل الحقيقة استجاب وقال كلام جاي جدا كان طبعا طرحي عليه اني ليه ما نخليش صغار الفلاحين يحطوا طبعا الانتاج بتاعهم في اماكن قريبة من الحقول بتاعتهم تمام عشان ما نكلفهمش ما بقاش فيه تكلفة ليهم هو يعني سيادته مشكورا قال في اللجنة اني اصل سعر الارداب كان 810 بعدين سيادة الرئيس ادى تعليمات بتحفيز الفلاحين فاتحط خمسين جنيه على الارداب واصبح 860 بعد كده فيه درجة 2.5 وفيه درجة 3.5 فرق الدرجات يعني جودة النظافة يعني ده بيدي الدرجة دي حوالي 20 جنيه فبنتكلم على 80 كده 880 بعد كده فيه 15 جنيه للتاجر اللي يقدر يجمع من مصرار المزارعين بعد كده التجميع عادية بيتعمل على كشف والكشف ده بيتختم من الجماعية الزراعية علشان ده حيفيد الفلاح بعد كده لو انتزم بانه حياته دعم فين في الكيماوي معالي النائب معاليك الرأيك ايه فيه قرار معالي الوزير بخفض الحصة في رمضان حشرة في المية هو سيادتك شفت القرار ده ازاي سيادتك اه هو سيادتك دي مش اول مرة يتعمل فيها هذا التخفيض هذا التخفيض معتاد ليه لعلمي المفترض اني احنا يعني في شهر رمضان تمام ده شهر سيادتك تمام في الصحور وفي ناس تانية تبقى شغالة وهم حاجة عندها المشكلة في انت هتاكن رغيفي لعيش علشان خاطر تقدر تالي يوم تشتغل ما انا مع ساعدتك فعلا بس هو ايه المصروف دلوقتي متحدد وانت بتروح تخش بالبطاقة بتحتك تمام بتاخد حقك محدش بيجي عليك في حقك طيب عايبين العضية فين حتة النهارده يعني يعني انت معاليك معالي الوزير في خفض الحصة انا استطيع اقول لحضرتك اني بالفعل لو المنظومة شغالة تمام بالعدل وبالحصص وبالكلام ده تمام انا قدر اقول لحضرتك ان ما يبقاش فيه واحد بيشتكي من انه بيدور على رغيفيش نعم احنا احنا فقد للرقابة هي قصة تكمن فيه شيء هم جدا ان الحصة بالكامل تتخبز اه رقابة وفيه نفس الوقت حضرتك يبقى فيه نظام في التوزيع يبقى معاليك بتواجه الكلام انه هو ده الكلام من جهاز حماية المستهلك ومن التنين دكتور علي قالك ان جهاز الرقابة بالكامل نعم داخل الوزارة تمام يعمل على الرغم من ان الجهاز فيه حاجة الى انه يقوى بعدد اخر عشان يقدر يغطي الجمهورية بالكامل اللي عنده مشكلة يجب ان هو يواجه مسألة الوعي دي مسألة اهمة جدا النهاردة احنا لو كل واحد بيطالب النهاردة نهاردة بيخاف النهاردة مباشرة يغطينا الوزارة للتواصل لما المواطني يلاقي اي مخالب سواء من اصحاب المخابز او من البقالي التمويني او من اي تاجر جشع يتصل على طول بهذه الارقام قضيتنا في مصر قضية وعي تمام وجرأة في ايه الحصول على الحق تمام النهاردة لو كل واحد فينا ساعت يدري النهاردة يعمل ابلاغ على رقم الوزارة الوزارة هتتحرك مباشرة و هتنتقل وتبقى في قلب الاحداث البعد التاني النهاردة اول ما يعرف معلومة زي كده حتى هيتصل بوكيل الوزارة و هيتصل بالوزير الوزير على فكرة دكتور علي المسلح ده بيرد في كل وقت ده من الوزارة الفاعلة فعلا و مشغالة و ما بيرفوتش طلب على الاطلاق طيب نعلي اذا النهاردة يتوقع دورنا احنا دورنا احنا النهاردة من احنا كلنا لازم نبقى عيون و بنشغل مع بعض و نبلغ عن اي انحراف عند اي تاجر ده فعلا ده فعلا ده فعلا ده فعلا ده فعلا ده مهمة جدا كل واحدة يكون مفتش ده مش في الخبز بس ده المفترض في اي حاجة موجودة فيها انحراف من اي تاجر ايا كان هول سؤالنا الاخير اللي مالعليك في عجالة في ديئة بالضبط في اندور الاحزاب النهاردة و حضرتك حزب مستقبل وطن و حزب الاغلبية في مواجهة جشع التجار و الاسم اللي احنا بنمر بها انا حضرتك قادر اقول لسيادتك البرلمان عبارة عن يعني خليط نحن تمام بتعمل ليلة نهار تمام وجميع الموضوعات بتصار داخل المجلس بشفافية انتمة تمام وسيد رئيس البرلمان الحقيقة يعني بيتيح الفرصة للجميع سواء بقى حزب الاجلبية مستقبل وطن سواء احزاب اه لا بحقيقة فعلا سواء يعني المعارضة لا احنا بمر ازمة عالمية يعني كله يتكاتب العالم لازم يفهم من الارضة ان يعني احنا دلوقتي فيه دلوقتي كساد عالمي وفيه تضخم عالمي تمام وكل ده الحقيقة بيأثر علينا في الداخل فنفيش امامنا غير ان احنا نشتغل مع بعض ولازم نتعاون مع بعض وزيادة الانتاج يعني لازم كل واحد فينا يواصل للب النهار في عملية الانتاج هو ده اللي حيفرق مع مصر المستقبل بإذن الله معالي النائب شرفتنا طبعا شكرا ليه حضرتك طبعا يعني موثوع جيدة ان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله على الطريق بإذن الله سادة المشاهدين طبعا ساعدنا بكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم ونكون يعني حطينا ايدينا على كل المشاكل اللي بتواجه المواطن المصري في نهاية حلقتنا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد المرء يتمنى والله يفعل ما يريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته